إذن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه يقول فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يردها طيب ماذا علينا نحن علينا أن نعلم أن هذا الذي اقتطعته منك إنما كان حراما هذا داء تفشى في المجتمع بدرجات متفاوتة سبحانك يا الله إخوة الإيمان عندما أتحدث عن عالم إسلامي مترام الأطراف في بعض البلدان الإسلامية رأيته بأم عيني سماسرة يقفون على أبواب المحاكم ومكاتب تفتح لمن يطلب شهادتان لمن يشهد شهادتان لماذا من الذي أعلمك عن الأمر يقول لك الشهادة حول هذا الموضوع بمبلغ كذا الشهادة بهذا الأمر مبلغ كذا وكأن الشهادة حسب الحاجة فإن كانت قضية قتل الشهادة طبعا ما هي الشهادة شهادة الزور ليست شهادة العدل ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن ماذا يقول واستشهدوا شهدين من رجالكم لم يقل واستشهدوا شاهدين الأصل هو شاهد لكنه قال لك عبدي لو قلت لك شاهدان فالشاهد إنما يطلق هذا على من شهد مرة لكنني قلت لك عبدي استشهد شهديني لماذا؟ لأن الشهيد هي صيغة مبالغة من شهد أي أنه كثرت شهادته ومن كثرت شهادته دل على صدقه ودل على إيمانه ودل على نقاوة سريرته ودل على عدله عند ذلك يقول تحرى أيها المؤمن تحرى من صدقت شهادته فسمي شهيدا ليس شاهدا عند ذلك نحفظ بهؤلاء الشهداء الذمم ونحفظ الحقوق ونرعى الحق لذلك قال واستشهدوا شهيديني لم يقل واستشهدوا شاهديني إذن يبيعون هؤلاء الذين يقفون على أبواب المحاكم يبيعون ذممهم ويبيعون ضمائرهم ويعرضون شهادتهم بأبخس ثمن ماذا تريد أن يكون موقفهم بين يدي الله سبحانه يوم القيامة لذلك حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون يشهدون ولا يستشهدون يعني أنت تعرض شهادتك دون أن أطلب منك أن تشهد لأنني أنا الذي أطلب شهادتك عندما أتبين صدقك وأمانتك أما أن تعرض شهادتك فما وراء هذه الأكمة ما وراءها ما هي غايتك لما تقف يقفون على أبواب المحاكم يقولون أتريد شهادة أتريد كذا أتريد كذا ما الذي يدفعك لأنك تبيع شهادتك تبيع دينك تبيع عرضك تبيع ذمتك لقاء دريهمات وأنت تعلم أنك خنت الله وخنت الأمانة النبي عندما يحدثنا عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء فيقول إن بعدكم قوما وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى أي سيأتي قوم بعده يفعلون ما نراه اليوم إخوة الإيمان شهادات الزور كثيرة جدا 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 يندلها الجبيد ماذا نجد الله سبحانه وتعالى من هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ساوي نذر ما بوفيش الله غفور رحيم لقد نسي هؤلاء أن لهم لقاء مع الله نسوا أنهم سيقفوا بين يدي الديان يقول سبحانه وتعالى عن هذا المشهد المفزع يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القحار إذن سنقف بين يدي الديان لنحاسب فلما تشهد زورا أيها المؤمن تنزع منك صفة الإيمان لأن المؤمن المؤمن الحق الذي لا يقول إلا صدقه ولا يشهد إلا عدلا لذلك يخوفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون الآن تبحث عن الأمين بين ألف خائن إخوة الإيمان ماذا أقول لكم ما أكثر شهادات الزور في يومنا تذهب إلى الطبيب تأخذ شهادة مرض وأنت تعلم يقينا أنك معافة ويعطيك الطبيب المريض الطبيب الذي لا يملك ذرة من إيمان لكن لله المنة والفضل أن هناك من الأطباء من يخافون الله أكثر مني ومن غيري هناك أطباء صدقوا مع عهدوا الله هناك أطباء ملائكة يمشون على الأرض هناك وهناك نفوس مريضة تذهب إلى الطبيب تأخذ شهادة مرضية بـ 15 بـ 20 بـ 30 بـ 40 دينار فيها راحة لمدة أسبوع وطبيبه يعلم أنك صحيح معافة سليم تذهب إلى العمدة ليعطيك شهادة لسكن محلك وأنت يعلم يقينا أنك لا تسكن لتقضي بها أمرا هي شهادة زور تذهب إلى بناء أو مقاول أو كذا يعطيك شهادة أن فلان يعمل عندي ليأخذ كذا وكذا وأنت لا تعمل ما أكثر الشهادات ماذا أقول لكم الله سبحانه وتعالى يهددنا ويقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه هذا قول الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إخوة الإيمان ماذا أقول لكم والله أمر خطير جدا 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 الذين يخفون تقارير حساباتهم المالية عن إدارة الأداءات ويسجلون أرقاما على غير ما هي عليه حقيقة يشهدون الزور الذي يذكر في تقاريره السنوية خلاف ما يقبض فهو يشهد الزور المحامي الذي الذي يقدمون مرافعة وهو يعلم أنه يدافع عن ظالم هو يشهد الزور هناك محامون شرفاء هناك أطباء شرفاء هناك تجار شرفاء كم من التجار من من تأتيه تطلب منهم فاتورة يقول لك هذه فاتورة بيضاء سجل فيها ما شئت وكم من تاجر لو أعطيته مال الدنيا ما زادك من ليما عن الفاتورة إذن الحبيب المصطفى يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لا والله هذا خير في حبيبي وسيدي رسول الله وهناك خير لا ينقطع لكن إخوة الإيمان كثر من شهد الزور كثر من أكل الباطل لماذا لقلة إيماننا لقلة يقيننا بالله سبحانه وتعالى الكثير منا لا يخاف الله أنا ماذا أقول أقول كلمة كلمة حق ولكنها تحزنني إخوة الإيمان الثورة المباركة التي حصلت في بلادنا قد أظهرت بشكل جلي أسوأ ما فينا من أخلاق كنا نخاف السلطان فلا نفعل هذا بعد أن انحسر سلطان السلطان ظهر ما في نفوسنا من خبط من مكر من حقارة من دهاء من سوء أخلاق من قلة ضمير من قلة إيمان أصبحنا نجدها عيانا أين الأمن كنا نخاف من سطوة السلطان الآن من الذي يقتل من الذي يحرق من الذي يدمر من الذي يعيث فساده شهادات زورا كلها إنما تقع آثارها وآثامها علينا لا أريد أن أطيل عليكم إخوة الإيمان فالوقت قد أدرك لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله بقلوب مؤمنة طاهرة نقية نقول له يا الله جئناك نسألك عفوك نسألك مغفرتك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار أدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة حبيبك المختار اللهم إنا نسألك أن تعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات أن نعبدك كما أمرت ونشكرك كما أمرت ونوحدك كما أمرت أجب دعانا بكرمك مولانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل لهم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان وإلى أن نلتقي معا إن كان لنا في العمر بقية في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة